اشتركوا في القناة وأسئلة مكون النصوص أولا يجب أن نتعرف على المجزوئات ففي هذه السنة ستدرسون أربع مجزوئات كل مجزوئة ستتضمن ثلاث محاور أساسية فالمجزوئة الأولى بعنوان أنواع الخطاب ستدرسون فيها الخطاب الإشاري ثم الخطاب الصحفي وأخيرا الخطاب السياسي والمجزوئة الثانية ستدرسون فيها ستكون بعنوان قضايا معاصرة ستدرسون فيها قضية التنمية التكنولوجيا الهجرة والمجزوئة الثالثة ستدرسون فيها الحداثة والتواصل والإبداع في إطار ما يسمى بالمفاهيم والمجزوئة الأخيرة هي مجزوئة قيم إنسانية في الشعر ستدرسون فيها التسامح والتضامن والجمال بملاحظتنا لهذه المجزوئات نلاحظ أنها المجزوئات الثلاثة الأولى كلها تندرج في إطار جنس المقالة والمجزوئة الأخيرة تندرج في إطار الشعر إذن نحن نتعامل مع نوعين من النصوص إما نصوص مقالية أو نصوص شعرية ولكل جنس طريقة في تعامل معه وهذا ما سنكتشفه ولكن قبل ذلك يجب أن نركز على الإطار المرجعي الإطار المرجعي للسنة الأولى بكالوريا أولا هناك سبعة أسئلة في مكوّل النصوص كل سؤال يشكل مرحلة من مراحل القراءة المنهجية فالسؤال الأول يمثل مرحلة الملاحظة ويقابله في سلم التنقية نقطة واحدة والسؤال الثاني والثالث هو في مرحلة الفهم ويقابله في سلم التنقية نقطتان أما السؤال الرابع والخامس والسادس فهو في مرحلة التحليل ويقابله في سلم التنقية أربعة نقط والمرحلة والسؤال السابع والأخير هو مرتبط بمرحلة التركيب والتقويم ويقابله في سلم التنقية ثلاث نقط هذه المرحلة أو تعريفكم للإطار المرجعي ومهم لتعرف القيمة العددية لكل سؤال خاصة السؤال الأخير الذي مقابله ثلاث نقط إذن أول شيء نبتدئ به هو أسئلة مكون النصوص وأول مرحلة قنة وأول سؤال هو في مرحلة الملاحظة ويقابله في سلم التنقية نقطة واحدة فيه العديد من الاحتمالات الاحتمال الأول هو فرضية القراءة أولا ماذا نعني بفرضية القراءة؟ فرضية القراءة هي توقع مسبق لمضمون النص عبر عدة مؤشرات العنوان المصدر بداية النص ونهايته فيأتي السؤال بهذه السيغة انطلق من العنوان وبداية النص ونهايته مثلا واقترح فرضية مناسبة لقراءته فيكون الجواب بهذه السيغة من خلال قراءتنا للعنوان الذي يشير إلى مثلا وبداية النص التي تبين نفترض أنه سيتحدث عن هذه الطريقة الأحسن لسياغة فرضية محددة الفرضية دائما تكون انطلاقا من مؤشرات العنوان كما قلت بداية النص نهايته المصدر فهذه المؤشرات يجب أن نحترمها أثناء سياغة الفرضية لأن لا يمكن أن يكون العنوان متى يتحدث عن التواصل وبداية النص تحدث عن دور التواصل فيجب أن نصيغة فرضية انطلاقا من هذه المؤشرات كأن نقول مثلا أن النص يتحدث عن دور التواصل أو أبعاد التواصل إلى غير ذلك إذن يجب احترام العناصر الأساسية في سياغة فرضية القراءة واضح لكي يحتسب الجواب صحيحا ثم نشير إلى مسألة مهمة وهو يستحب أن نذكر دلالة العنوان وبداية النص الاحتمال الثاني هو العلاقة هناك علاقات متعددة وسؤال العلاقة هو السؤال الأكثر تداولا وشيوعا في الامتحانات السنة الأولى باكالوريا نبدأ بالعلاقة الأولى وهي العلاقة بين العنوان وفقرة من فقرات النص تخيلوا معي مثلا أن العنوان نص معين اسمه مشاكل المهاجر والفقرة الثانية أو الفقرة الأولى أو الثالث أو الفقرة الأخيرة حسب فقرات النص مثلا نحن اخترنا الفقرة الثانية وجدنا أن هذه الفقرة ترصد لنا المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يواجهها المهاجر فالسؤال الذي يأتي في الجهوي مثلا حدد العلاقة بين العنوان والفقرة الثانية فما هي العلاقة بين العنوان والفقرة الثانية؟ هي علاقة تفسيرية توضيحية لماذا هي تفسيرية وتوضيحية؟ لأن العنوان جاء بسيغة عامة أما الفقرة الثانية فقد وضحت وفسرت محتوى العنوان فقد بيّنت لنا نوعية هذه المشاكل ووضحتها دائما أعيد أن العلاقة بين العنوان والفقرة الثانية هي علاقة تفسير وتوضيح لأن الفقرة الثانية تفسر وتوضيح في جميع النصوص وفي جميع الأسئلة التي تأتي على هذه الشاكلة ننبه إلى أن دائما يكون جواب واحد وهو أن العلاقة بين العنوان وأي فقرة من فقراته تكون تفسيرية توضيحية نمر إلى الاحتمال الثاني وهو العلاقة بين العنوان وموضوع النص العنوان مثلا يكون عاما مثلا نص يتحدث عن التواصل والنص وموضوع النص يتحدث عن تعريف التواصل أنواع التواصل أشكال ومظاهر التواصل معيقات التواصل مثلا إذن العنوان جاء بصغة عامة كما أشرنا سابقا ولكن نص يتحدث ويفسر لنا مجموعة من الأشياء إذن ما العلاقة بين العنوان وموضوع النص أو العلاقة بين العنوان والنص بشكل عام الجواب هو أنها علاقة تلخيص وتكتيف وتضمن لأن العنوان يكثف ويختزل مضامين وقضايا النص وكما قلت أن العلاقات هي من أكثر الأسئلة المتداولة في الامتيحان فانتبهوا لهذه المسألة إذا العلاقة تلخيص لأن العنوان ينخص فالعنوان عام في حين أن القضايا متعددة في النص واضح إذن يختزل ويكثف مضامين وقضايا النص وهناك آخر علاقة وهي العلاقة بين النص والعنوان قلنا سابقا أن الفقرة تفسر العنوان واضح وأن العنوان يكثف النص الآن العلاقة بين النص والعنوان فالنص ماذا يفعل للعنوان؟ يشرحه ويفسره لأن النص يفسر ويوضح دلالة العنوان ملاحظة يجب أن نشير إليها وهي ملاحظة مهمة أن جميع العلاقات السابقة سواء كانت بين العنوان والنص أو بين العنوان وفقرة من فقرات النص أو بين النص والعنوان فدائما هي في علاقة ترابط وتكامل لأن دائما العنوان يرتبط بموضوع النص فلا يمكن أن نجد مثلا عنوان يتحدث عن الإبداع والنص يتحدث عن شيء آخر دائما هناك ارتباط وهناك تكامل بين العنوان والمواضيع والقضايا المطروحة في النص فإذا سئل مثلا ما العلاقة بين العنوان وفقرة من فقرات نص نجيب أن العلاقة بين العنوان والفقرة الثانية ولأهدا هي علاقة تستير وتوضيح ونعلل كما رأيتم سابقا ثم يمكن أن نضيف أن العلاقة بين العنوان والفقرة الثانية هي علاقة ترابط وتكامل لأن العنوان يرتبط وموضوع النص لنوضح هذه العلاقة فما دنانيب علاقة ترابط وتكامل أن العنوان يرتبط وموضوع النص ولا يختلف أو أنه يصب في اتجاه آخر غير القضايا المطروحة في النص لأنه فعندما نتحدث عن العنوان فدائما العنوان هو في ارتباط وتكامل مع جميع القضايا المطروحة في النص نمر إلى الأسئلة الموالية أو الاحتمالات الأخرى التي تكون في مرحلة الملاحدة أن يطلب منا في السؤال الأول أن يطلب منا مثلا في بعض الأحيان تحديد نوعية النص هل هو ما قال يعني ما قال أن يعالج المواضع السابقة أو قصيدة شعرية في بعض الأحيان يطلب منا نوعية الخطاب وهذه تكون متداولة جدا خاصة إذا كان الامتحان يتحدث عن إما الخطاب الصحفي أو الإشهاري أو السياسي فمثلا كيف نتعرف على الخطاب الصحفي يكون من خلال أنه على شكل آميدة ومقتطف من جريدة واضح وعناوين متيرة الخطاب الإشهاري تكون في مجموعة من الألفاظ والعبارات التي تدل على الطابع الإشهاري كالإشهارات والإعلانات إلى غير ذلك والخطاب السياسي يتحدث عن الجانب السياسي من خلال توظيفه لمعجم دلالي يمس الجانب السياسي كالبرلمان الحكومة السياسة إلى غير ذلك فيطلب منكم تحديد نوعية الخطاب وهو عنصر مهم نجيب عنه من خلال ملاحظتنا لشكل النص وفي بعض الأحيان يأتي السؤال مباشر وسهل جدا هو تحديد دلالة العنوان فيطلب منك تأمل العنوان وحدد دلالة وتجيب مثلا أن العنوان يتكون من كلمتين أو مثلات كلمات وتحاول تحديد هذه الدلالة نمر إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة الفهم يعني السؤال الثاني والثالث كما قلت أن السؤال الثاني والثالث فهو في مرحلة الفهم وفي سلم تنقية نجد السؤال الثاني فيه نقطة واحدة أول شيء يجب أن نتحدث عنه في هذه المرحلة وهي قراءة النص لأن السؤال دائما ما يأتي سؤال مرتبط بالفهم إما أن نحدد القضية البحوار أو الفكرة العامة أو المضمون العام إذن أول شيء يجب قراءة النص قراءة تدريجية كيف ذلك؟ نسميها نحن بالقراءة الأفقية وليس العمودية أي أننا نقرأ النص وفق فقراته إن تكون من أربع فقرات أو خمس فقرات أو ثلاث فقرات نقرأ كل فقرة على حدة ونقوم بسياغة الفكرة العنوان أو فكرة مصغرة وفي الأخير نقوم بتجميع هذه الفقرات لنحصل على قضية أو فكرة أو مضمون صحيح يفضل في سياغة في الجواب على هذا السؤال أن نجيب بهذه السيغة يندرج النص ضمن مزوئات مثلا نحدد المزوئة نحن ندرك تماما أننا بصدد أربع مزوئات سيكون واحدا من هذه المزوئات ومن المكونات لهذه المزوئات موضوع الامتحان مثلا يندرج النص ضمن مزوئة قضايا معاصرة وتحديدا قضية الهجرة يتحدث فيه الكاتب عن فهم الهجرة مشاكل الهجرة أسباب الهجرة إلى غير ذلك إذن عندما نكون في هذه المرحلة نركز على قراءة النص قراءة جيدة والتعرف على مضامينه وأفكاره الأساسية ولا يمكن للقراءة المباشرة أن تجعلنا نستخرج الفكرة الصحيحة يجب أن نتدرج في قراءة النص ونعتمد على ما هو بصري فالنص في الامتحانات الجهوية دائما يكون مقصما إلى فقرات فنحن نقرأ كل فقرة على حدة ونقوم باستخلاص عنوان وفي الأخير نجمع وأثناء التجميع نحصل على فكرة صحيحة الاحتمال الثاني هو أنه دائما في السؤال الثاني كما قلت له عدة احتمالات تتنوع من سنة إلى سنة في الامتحانات الجهوية فمثلا الاحتمال الثاني هو الأفكار الأساسية يطلب منكم استخراج الأفكار الأساسية يكون ذلك من خلال قراءة النص كما قلنا قراءة جيدة فالنص ضمنيا يكون مقصما إلى فقرات نشاهدها بالعين المجردة فنجد في الامتحانات الجميع المتحانات السابقة أن النص في ثلاث فقرات أو أربع فقرات فنقرأ كل فقرة على حدة ونحدد فكرتها الأساسية على شكل عنوين مصغرة والاحتمال الثالث هو السؤال المباشر وهذا من أسهل الاحتمالات أن يأتي سؤال مباشر فنجيب عنه إما بطريقة مباشرة من النص أو نجيب عنه عن طريق أخذ المعلومات كما هي من النص ولكن في الغالب نفضل أن يتكون إعادة الصياغة من التلميذ السؤال الثالث دائما في مرحلة الفهم يقابله في السلم التنقية نقطة واحدة يطلب منكم في هذا السؤال شرح قولة هذه القولة تكون مقتطفة من النص موضوع الامتحان أولا طريق الأمثل للتعامل مع شرح قولة هو قراءتها قراءة جيدة وفهمها بعد أن نفهمها نبدأ بهذه العبارة يقصد الكاتب من خلال هذه القولة لأبين أنني بصدت شرح فأنا أشرح فأيضا سأقول يقصد الكاتب من خلال هذه القولة ماذا يقصد؟ أعيد سياغة القولة بأسلوب خاص ما فهمته من القولة؟ أعيد سياغته وبعد أن أعيد سياغته وأشرحه أحاول قدر الإمكان أن أعطي بعض الامتلة شريطة أن تتناسب الامتلة مع مضمون القولة لا تكون امتلة عشوائية لا بل يجب أن تكون امتلة لا علاقة بموضوع القولة فمثل نأخذ قولة على سبيل المثال العلم والتكنولوجيا ليس المحركين الأولين للتغيير الاجتماعي وتحقيق التنمية بل القيم الاجتماعي أول شيء يجب فهم القولة فهما جيدا وبعد فهمها نحاول تطبيق الخطوات السابقة إذن كنموذج مصغر فقط للاستئناس به يقصد الكاتب من خلال هذه القولة أن التنمية لا تقتصر على الجانب العلمي فقط بل يجب استحضار القيم التقافية لأن لا يمكن تحقيق التقدم والتطور دون دمج للعلم والثقافة وخير دليل على ذلك الدول الأوروبية أنا الآن بصدد إعطاء مثال التي استطاعت بناء مشروع تنموي متكامل يوازي بين الثقافة والعلم عندما نقول العلم والجانب التكنولوجي فنحن نعني به التطور الذي يعرفه العالم الكاتب هنا يرفض فكرة أن نعتمد على التكنولوجيا فقط في تحقيق التنمية الاجتماعية والتقدم بل يجب استحضار القيم هذا هو هذه الفكرة الأساسية المستنبطة من هذه القولة إذن نحن فقط نقوم بشرحها انتبهوا لمسألة أساسية أن شرح قولة هي مسألة سهلة جدا فقط يجب فهم القولة وإعادة سياغتها بأسلوبكم الخاص ومحاولة لأن عندما نقول الشرح بمعنى نحن نشرح ونفسر إذن نحاول أن نغني القولة بأمثلة والاحتمال الثالث والأخير في السؤال رقم ثلاثة هو سؤال المباشر كما قلت نفس الأمر ينطبق على السؤال الثاني ويكون أمرا سهلا يعني سؤال مباشر تجيبون عنه بطريقة مباشرة فقط وبهذا نكون قد انتهينا من تعامل مع السؤال الأول والثاني والثالث في مكون النصوص وموعدكم مع باقي الأسئلة في الفيديوهات مقبلة إن شاء الله وأسأل الله أن تكونوا قد سفدتم من هذه المراحل ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وبالتوفيق للجميع